عندكم نمادة من الشباب الذين يعني 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 عايش تموهم وفي حياتكم التعليمية والعملية عموماً وكان لها أثر عليكم هل تذكرون شيء من هذا بنغذكر أسماء ولا إشارات أكثر من أنها محل قدوة تشرون إليها شيخ محمد الله هي أذكر أحد الإخوة أو إخوة كثر يعني لكن أذكر أن هنا كان هناك أخ سبحان الله يعني كان يتصل علي قبل الفجر ما شاء الله اتصال يعني قبل الفجر بخمس دقائق فإذا تصل أرفع فيقول الصلاة ما شاء الله هذا الأخ سبحان الله لما تخرجت شعرت بالوحشة جداً يعني لأنه حقيقة هذا كان في الجامعة كان في الجامعة كان يعني رفيق حقيقة يعني الله أكبر المعين على الطاعة المعين على الطاعة هني ألهو جزاك الله خير تذكر سيئة أنا شيخ الشيء يعني كان أدي أخ وزميل أحبه جداً وكان معنا في الجامعة وفي السكن كذلك ما يحتاج أكثر من ذلك نعم أعطنا الموقف واستفت منه شيء أيها أستدل ويعني أستدل لإخواني الآن مثلاً هالشيء المهم الذي أنا لاحظ فيه كان ثقيل النوم نوم الثقيل طيب إذا تركت السلاة الجماعة يأتي إلى المسجد لا يصليها في الغرفة مع أن غرفة بجانب المسجد يأتي إلى المسجد ويصلي فيها الله أكبر هذه القضية هذه النقطة التي يستدلها لزملائي الآن نعم وكذلك الأمور التي يستفت منها ما شاء الله أنتما مثالكم كلاهما عن قضية الصلاة وهذا تستحق حقيقة يزاكم الله خير وأتو أذكر ذكرتمولي قريباً عن أحد أيضاً زملائكم كان معكم في أحد المستويات كيف كان يتواصل معكم لا شك ويأتي إليكم وكيف أنه كان يذهب وكيف كان يزوركم كثيراً لا شك وليس له مصلحة إلا الأخوة وكيف يأتيكم يعزمكم ويؤنسكم هذه من القضايا المهمة جداً هو ليس يريد لا جزاء ولا شكورة بل نحن معرفنا هذا اللي بعد خمس سنوات حتى سبحان الله أذكر يوم الذي ودعنا يا شيخ للتوديع قل أنه قد لا نلتقي أيضاً من سطع ينظر إلينا الله بشدة الحب والغفوة هني الله لأمثاله